السؤال اللي بعد كده بيقول لا وسمحت يا شيخ انت بتقول ان سيدنا محمد كان عنده جواري هل ده صحيح؟ وموضوع الاخاني حرام ولا حلال؟ طبعا انا ما اظنش ان في البرنامج ده جبت سيرت ان حضرت النبي كان عنده جواري لكن الثابت ان المقوقص المقوقص عظيم مصر ارسل الرسول الله سلم عدة امور ارسل زق من عسل وارسل جارية اسمها مارية وارسل كمان بغلة اسمها جلجل ودولا وصلوا حضرت النبي وسيدنا ابراهيم ابن حضرت النبي جاله من السيدة مارية فده اللي حصل وده اللي كان الحاجة التانية موضوع الاخاني موضوع الاخاني احنا نتكلمنا قبل ذلك الاخاني كلام وفي الدرس الفقه بيفرقوا ما بين الاخاني بمعنى الكلمات وفرقوا ما بين الموسيقى واللي اتنين الراجح في الكلام عنهم والراجح في الفتوى ان ده حلال اذا كان حسنا ولا يشتمل على اي شكل من اشكال الفحش وده كمان حلال اللي هي الموسيقى هتكون حلال فاذا كنا بنتكلم على اغاني الايام دي اللي فيها كلام وفيها موسيقى لان الغناء زمان كانوا بتكلموا فيه على الكلمات فاذا كانوا الاتنين موجودين وكانوا مفهومش اي شيء محرم فالاتنين جائزين والاصل في الغناء والاصل في الموسيقى انهما حلال الا اذا طرأ شيء يجعلهم حرام يا سادة احنا النهاردة تكلمنا على حديث من اجل احاديث رسول الله سلام هو الحديث اللي انا اطلق عليه حديث التثبيت بالحقائق انه يبقى الواحد فينا اصله ثابت وفرعه في السماء فرعه الى الله زي النخلة كده ما حضرت النبي مثل بيه الحقائق دي ان اول حقيقة انت في امان الله الحقيقة التانية الله اقرب اليك من طلبك ان تكون قريبا منه ولابد ان انت دائما تتقدم الى الامام الحقيقة التالتة استمر لانك ماذا لانك في مدد الله واستعن بالله ولا تقف واستمر واني من سارة وجد نفسه في وسط الانوار وبعد كده الحقيقة الرابعة لا تخف على الرزق فان الرزقك مضمون ولا تحزن على ما فاتك فان ما فاتك ما كان ليصيبك يا رب ايجعل الحقيقة دي انوار في حياتنا نتخلص بيها من المخاوف ومن الهموم ومن الغموم وكل المقاسي وكل القلق وكل الوجع اللي في قلوبنا لما نعرف ان انت قريب منا بحنانك وبجمالك وبرحمتك وبخيرك وبمددك يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا أرحم الراحمين